السلام عليكم تحضير نص ثقافة الصورة صفحة 28 مع سلبيات وإيجابيات قنوات الفضائية السنة الرابعة متوسط وتجدون أيضا أهمية هذه القنوات الفضائية إليكم الفكرة العامة دور الصورة في الحياة المعاصرة وسحرها المثيرة في وعي الإنسان الأفكار الأساسية فكرة الأولى تأثير الصورة على نفسية المجتمع وسيطرتها في شتى مجالة الحياة غزو الصورة لوسائل اتصال وتأثيرها الثقافي على المجتمع ثالثا دور الصورة في تربية الأفراد وتنمية القدرات والمدارك والمعارف المغزى العام من النص الصورة تعبير صامت وصادق وأبلغ من الكلام إيجابيات وسلبيات القنوات الفضائية أولا إيجابيات القنوات الفضائية أموضحها أمامكم ثالثا سلبيات القنوات الفضائية أهمية القنوات الفضائية أتمنى أن أعجبكم التحضير ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وضغط زر للإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر